اربط البداية في خط المنتصف مع هناء العلوني البداية كما تعودتم مستمعين الكرام بالعناوين الهلال ينتصر على حطين وأنباء عن خسارته لمستثمره الاتحاد بنظام جديد والمنتشر يرضخ لعقد حدده بيتوركا مدربي المنتخبات عقودهم ستكون لخمس سنوات استاد عبدالله الفيصل رواية ما ختامها اهلا بكم السمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي خط المنتصف يمكنكم مشاركتنا عبر وسائل التواصل المختلفة طبعا عن طريق صفحة الإذاع عبر موقع تويتر الف الف ام وايضا عن طريق هاشتاغ البرنامج خط اندرسكور المنتصف وايضا عن طريق الرسائل الاسم اس للستي سي ثمانية اربعة سبعة سبعة سفر سفر ولي موبايلي ستة اربعة سفر ستة سفر ولي زين سبعة اربعة ستة اثنين ستة اثنين اسمحوا لي في البداية نرحب بضيفي العزيز الكاتب والناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في صحيفة المدينة الاستاذ عبدالله فلاتة ابو احمد سعيد جدا بتواجدك معي انا اسعد بالتواجد معك في بتاع اليوم وسعيد بالسادة المستمعين جميعا الله يكرمك طبعا اسمحنا انت استاذنا وتعلمنا منك كثير بس منقولك ابو احمد اليوم ابش مهندس انت ما شاء الله كلك ذوق وكلك ادب وكل اللي يجي منك دائما ممتاز الله يكرمك انا ما ادري انبارات الهلال يمكن اتوقع لسه على الدقائق الاخيرة يبدو ان الهلال يعني سيتجاوز حطينا النتيجة الى الان اثنين صفر ربما تكون هذه النتيجة ابو احمد ايجابية بشكل كبير ربما انا ما بقول تشيل كثير من المشكلات اللي حاصلة في الهلال ولكن ربما يكون لها تأثير معنوي كبير هي في البداية بالتأكيد نتيجة متوقعة نظير الفوارق الفنية الواضحة بين الهلال والحطين ممكن فيه معاناة في الهلال خلال الفترة دي فيه مشاكل تراكمية في الهلال لكن الهلاليين دائما عودون انهم يعرفوا كيف يتعاملوا مع المشاكل وكيف يحتووها داخل البيت الهلالي حقيقة ومثال يحتذى بهذا الجانب والفوز هذا ما هيكون الصراحة كافي ولا شافي للجماهير الهلالية التي تعودت على البطولات فيتنتظر البطولات ولكن قد يكون عزاءها متى رأت ان الادارة الهلالية تعمل بجد واجتهاد وتنضي بالفريق للأمام الخسارة واردة هكذا هو عالم المستديرة ولكن المهم ان تصحيح اخطاك وان تنضي للأمام وهذا عهدنا في الادارة الهلالية بمشاكل جميل ابو احمد الهلال على صفيح ساخن في الفترة الماضية الى هذه الفترة جماهير منقسمة بشكل كبير ما بين مدرب الفريق وما بين بقاء او ذهاب واقصد ما بين حتى رئيس النادي ربما صاحب السمين الكاميرا عبد الرحمن بن مساعد الشخص الذي كانت تراهن عليها الجماهير بشكل كبير الى فترة قريبة قبل الخسارة الاسئة وبعد ذلك انقسمت الجماهير انت كيف تقيم الوضع في الجانب الهلالي في هذه الفترة انا اقول لا يلام المرء بعد اجتهابه حقيقة الادارة الهلالية اسمه الامير عبد الرحمن بن مساعد يعمل بعمل كبير خلال الفترة تعاقوداته الى اخره لكن المدرب لجي كام يجب ان يحاسب حقيقة على اخطاءه على تخبطاته حتى امبارات الامل بالنسبة لنا ككورة سعودية امام سيدني في امبارات انتظرنا منه ان يبادر بالهجوم وجدنا يلعب بمحورين فاخطاءه متكررة يجب ان يحاسب يمكن الوضع الحاصل في الهلال مع اهدناه من قبل هذه الانقسامات الظاهرة مع اهدناه في الهلال من قبل تظل الاختلافات بوجهات النظر ظاهرة صحية انما الخلافات ظهورها للصدح حقيقة ما نتمنىه في الهلال واتمنى الهلال كما اهدناه دائما يحتوي مشاكله داخل البيت الهلالي ويظهر بصورة قوية متماسكة جميل ابو احمد فهمت من كلامك بانه تلقي جزء كبير من اللوم على مدرب الفريق الهلالي رجي كام بتاكي رجي كام بتحمل جزء من المشكلة الفنية داخل الفريق فيه برضو الفريق مستهلك الفريق الهلال يمكن لاعبة الهلال دوري ابطال اسيا مشاركة كبيرة مع المنتخب جميعها بكل اسف انتهت باخفاقات الاخفاقات هذه تركت مردود نفسي سلبي على اللاعبين الناحية المعنوية بالذات عندنا اللاعب السعودي الناحية المعنوية مهمة بشكل كبير افتقدوا الفريق الهلالي خلال الفترة جميل رجي كام لماذا بعض الهلاليين واصحاب القرار او المؤثرين في الجانب الهلالي اوصلوا رسالة للجماهير الهلالية والمتابع للشارع الرياضي بان رجي كام ربما يكون احد الضالات التي حصل عليها نادي الهلال فبالتالي يجب ان يحتفظ به بشكل كبير وحتى سمعنا كثير من التصريحات اه ظهرت وقالت بان رجي كام ربما يكون من الخمسة والثلاثة المدربين الذين المتميزين الذين مروا على الهلال لماذا برأيك كبر هذا المدرب بهذا الشكل ويعطيه في البداية مكافآت وكثير من الامور وبالفعل كان في هناك تضخيم والتضخيم دائما تكون نتاجه عكسية الواقعية هي المطلوبة منح المدرب فترة عمل قد يكون المدرب له اسمه او اسم مدرب كبير لكن معيار نجاحه خلال عمله يجب ان يقيم المدرب من خلال عمله ما منقول ان احنا لا نلقي باللائمة في كل شيء الرياضي كام له بعض الاخطاء وفي بعض الظروف في الهلال وفي بعض المستويات اللي انخفضت من بعض اللاعبين الهامين والبارزين على سبيل المثال المحترف البرازيلي نيفس غير نيفس اللي احنا نعرفه صحيح الكابتن ناصر الشمران الآن يسجل تراجع خطير في مستوياته فهذه امور مؤثرة وخارجة عن المدرب الصراحة لكن افترض نادي زيال الهلال هناك بدعي المتاحة للمدرب لجي كام أن يتعامل معها بالشكل الامثل او من المصائب لا تأتي فرادة فالهلال ياسر القحطاني مصاب الآن السالم مصاب وإلى آخره اتمنى صادقا ان يتجاوز الهلال هذه المرحلة نحو الافضل بمشيئك جميل جدا انا قبل ما اكمل معاك موضوع الهلال على الهاشتاغ ابو احمد معانا في تواصل انا في الاخ حمدي يتكلم عن انه كنت اليوم كنت في برنامج واليوم انت هنا انا حاب اوضح انه انا اصريت عليك ومشكور انت تقديرا لي شخصيا يعني ووفقت على المجيء يعني توضيحا للمعلومة الموجودة ابو احمد مطالبات بعض الجماهير بعودة سامي الجابر من وجهة نظرك انت تقيمها كمطالبات عاطفية منها مطالبات فنية لان الجماهير احست بان سامي الجابر بالفعل كان يقدم اداء فني متميز مع الفريق الهلالي سامي الجابر حتى في الفترة الاخيرة والتعاقدات اللي تمت في الهلال كانت وفق اختياراته كانت اختيارات الكابتن سامي موفقة كان من الممكن ان ياخذ بها الهلال الى الافضل لكن طالما الامور اختلفت وتقيرت يجب ان يمنح المدرب الحالي الفرصة كاملة ومن ثم ممكن يكون سامي الجابر في فترات لاحقة ونحن بالتأكيد مع المدرب الوطني سامي الجابر نجم كبير في الكرة السعودية اختار طريقه نحو عالم التدريب ما كنت اتمنى اشوفه بمجال اداري اخر واختار مجال التدريب وبمشيئة الله سينجح بهذا المجال يعني انت نعتبر ان ضمنيا انت تؤيد عودته وان كانت مستقبليا مستقبليا وليس حاليا بالتأكيد اتمنى عودة سامي الجابر لعدة معطيات ليست مجرد عاطفة ولكن ليست حاليا طيب جميل في عبر هاشتاق البرنامج المنصور الاتابي يقول في ظل الضغط الجماهيري على ادارة بن مساعد بيقالة ريجي وعودة سامي كيف يمكن للادارة ان تواجه هذا الضغط مع تراجع المستوى الهلالي في الفترة الاخيرة احنا نتكلم دائما ادارات الاندية انا مقصود دارة الهلال ولا ادارة النصر ولا اتحاد الاهلي ادارات الاندية عندنا للأسف دائما وابدا ضعيفة امام رغبات الجماهير نطالب ادارات الاندية بعمل بمنهجية وبخطط وعواطف الجماهير محل التقدير بالتأكيد لا يمكن انك تجاهلة لكن يجب ان يكون لك خطة ولك هدف تمضي نحوه بكل ثقة واقتدار وان لا تلبي الطلبات او المسكنات الوقتية لانها لا تجيب يعني ادارات الاندية في المجمل احنا ما نقصد الهلال يجب ان تتعامل بالمثل اللي يقول اذن من طين واذن من عجين لا اذن من طين واذن من عجين لا لكن يجب ان تاخذ الاراء وهي الادارة صاحبة القرار انما تكون انت اوكي انا اسمع للاراء قد يكون في اراءة جيدة اراءة مناسبة لتصحيح الاوضاع لكن في النهاية الادارة يجب ان تكون هي صاحبة القرار يجب ان يكون في الاصل لها خطة تعمل من اجلها برنامج تعمل من اجله لجل تحقق اهداف اما المحاولات المستمرة للبطولات الوقتية والاخره صدقني في نهايتها دائما سلبي جميل بناحية اعلامية استاذ عبدالله وانت الرجل الضليع في المجال الاعلامي الرياضي تؤيد بان تتخذ دارات الاندية في العموم مبدأا ترد على ما بقول كل شيء يعني حتى الصغير بس ترد على الاحداث التي تأخذ ضجة من خلال مواقع التواصل نحن نعرف يعني تويتر يعني الان اصبح محرك ومشكل لكثير من الاراء وايضا يقاس عليه كثير من الاراء الموقع اللي انت ما تتواجد فيه طبعا انت ما تتواجد في تويتر ليش ابو احمد انا مسألة تويتر دي كان لي لها تفسير واضح هتتكلم في جامعة اتمنى نعرف يعني امام الطلاب وفي تويتر يعني حيكون لي حساب وانا رئيس قسم رياضي جميل حنظر للمتابعين واقارم مع زملائي حيكون لي غيرة على نفسي اكثر من قيرة على شيء اخر في عدد انتبع هاخد اخباري الخاصة للصحيفة وهحطها في حسابي حسابي الشخصي جميل حقيقة حب الذات موجود في الشخص وهذه امور طبيعية وانا اشوف هذا مصادقة الاكرامي قلتلك احنا نتعلم منك مثل هذه المهنية العالية ابو احمد اعود لسؤالي الذي سألتك هو قبل هذا السؤال ادارات الاندية يجب ان ترضخ للمطالبات الجماهيرية الكبيرة من خلال مواقع التواصل او حتى انها ترد عليها وتوضحها هو يجب ان يكون هناك توضيح ادارات الاندية بها مراكز اعلامية المراكز الاعلامية يجب ما وضعت شكلية ويجب ان تقوم بدورها حتى يعني من غير تضخيم الموضوع ان بعض الاشاعات تضرف في النادي تضرف في استقرار النادي تشوش على الجماهير يجب ان ادارات الاندية تتصدى لهذه الاشاعات وتوضح انما رغبات الجماهير انا اقول يجب ان تقدر ويجب ان تحترم لكن ليس شرطا ان تلب جميل ولكن يعني يوضح لها اكيد مهم جدا جميل جدا بعد الفاصل ابو احمد رح ناخذ خبر من الزميل نعيم الحكيم عن ربما يكون مدرب الهلال القادم اوسكر ويعود للدور السعودي بعد الفاصل عودة لكم مجددا مستمعين الكرام طبعا هاشتاغ البرنامج خط اندرسكور المنتصف عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وايضا حساب اللذاعة الف الف اف ام يمكنكم مشاركتنا باراءكم في موضوعات هذه الحلقة وايضا كما ذكرنا في بداية الحلقة عن طريق رسائل الاس ام اس للاستي سي ثمانية اربعة سبعة سبعة صفر صفر ولي موبايلي ستة اربعة صفر ستة ستة صفر ولي زين سبعة اربعة ستة اثنين ستة اثنين ابو احمد اعود لك مجددا الخبر اللي تكلمنا عنه قبل الفاصل عن بديل لريجي كام ربما يكون ايضا الهلال بشكل او باخر بدأ يفاوض اوسكر او حتى بدأ يسمى ومطروح للادارة الهلالية وانت ممكن اتكلمت معايا قبل الهواء كنا نتكلم وقلت لي لا شيء يطرح في الصحافة الا يكون له على الاكل سبب بالتأكيد الصحافة ما تتكلم من فرق لا تكون في معلومة وتبني عليها الخبر ممكن بعض الاخبار يعني تاخد ابعاد زيادة اكتر لكن في الغالب لها لها مصدر ولها اساس نسبة مدرب اوسكر حسن معلوماتي انه ما تزل التدريب وما هو جديد على الدور السعودي وما هو جديد على الهلال ومدرب حقق نجاحات سابقة معروفة يعني بل هو اكتر مدرب تستنجد به في وقت الطوارئ في تدريب تدريبين تظهر لمسات اوسكر وبشكل سريع جربناها في الهلال في الاتحاد في الشباب ثلاثة عندي ادرب اوسكر وبالو جاو حقق نتائج وبطولات في فترة فترة محدودة جميل انا اللي اعرف انه معتزل التدريب لكن عندي معلومة العام الماضي كان اشار للاتحاديين وصاحب مكتب وحاجة زي كده اذا اردتم تأسيس فريق فانا جاهز لتأسيس فريق للمستقبل فمعنى انه اعود للتدريب الامر عنده وارد وممكن اتمنى اذا كان الهلال واضع اوسكر كاحد البدائل لما لا اوسكر مدرب خبير وعارف للكرة السعودية بشكل كبير والفترة الزمنية القصيرة دي ممكن تحتاج مدرب حقق النتائج المطلوبة لانه زي ما قلت الهلال نادي كبير وجماهيره لان ترضى الا بالبطولات جميل ربطك في الجانب الاتحادي في ان اوسكر عرض بوبي كما وصفت انت بانه يريد ان اراد الاتحاديون تأسيس فريق هل تتوقع او من وجهة نظرك بان الهلال يحتاج لتأسيس فريق الان لا الهلال ما يعني الفريق الهلالي وضعه جيد بس انا اللي افهمه بالنسبة الاوسكر الادارة الهلالية ممكن تكون اذا اختارت اوسكر هي اختارته لانه مدرب يحسن قطف البطولات فقط هذه النقطة المهمة الآن وما حيستمر معهم الى اخر الموسم حيكون خيار اخر اتوقع كده لا سيما ان الرجل معتزل التدريب جميل جدا في اخبار ايضا ابو احمد في الجانب الهالة يمكن اليوم نعطينا الهلال الوضع لانه قلتلك الهلال يمكن يعتبر المتصدر للمشهد الرياضي السعودي الرئيس الهلالي في وقت من الاوقات اعلن بان شركاء الهلال في بداية هذا الموسم الى نهاية الموسم سيكون 16 شريك بخلاف ايضا المعلنين الان نشاهد الهلال فقط بثمانية شركاء هل لموقعة سدني الشهيرة سبب في عدم اتمام هذه الشراكات او حتى المعلنين والله ممكن حتى الحضور الجماهيري في الهلال هذا الموسم ما هو بالشكل المطلوب انا اعتقدر رأى نظرتهم للحضور الجماهيري بالدرجة الاولى لكن قد يكون في برمجة او حاجة للموضوع بيضل التمانية المعلنين برضو اف حد ذاته امر جيد قد يكون الهلال هو الاعلى حتى لا بعت عن موضوع سدني ما تبقى تقول لنا هو ممكن يكون سبب موضوع سدني بالضبط اي اثيرات يعني تأثيرات خسارة سدني الفريق الضعيف في نهاية كاساسي على الهلال والله هو فريق ضعيف لكن احنا ممكن نتحدثنا في حين وتحدثنا على الاخطاء الفنية اللي ارتكبته والناس يمكن ذهبت تركيز كبير على الحكم الياباني نشامورة وما نختلف انه كله اخطاء وفيه تعسف واحبط الهلال لكن كانت عدة امور بس ما اعتقد انه الموضوع ده هو المؤثر يعني شكل كبير كان فيه حسابات تسوطي جميل جدا ابو احمد انتقل معك للجانب الاتحادي الجانب المفضل ربما يكون لديك اه كان فيه خبر مجهز وانا عن موضوع المنتشري باسم وتجديد عقده اه كان الخبر لسه اقاويل عن تجديده وعدم تجديده اه جدد قبل قليل مع رئيس النادي ابراهيم البلوي اه انت كيف ترى هذه الصفقة في المجمل قبل ان ندخل في التفاصيل والله باسم لاعب جيد لاعب شاب واثبت جدارته خاصة ان الموسم الماضي عندما وجد فرصته وفيه ميزة الباسم المنتشري انه لاعب متطور باستمرار اعتقد انه دارة الاتحادية يعني اه وفقت بالتجديد مع اللاعب في المحافظة على اللاعبين وهذا امر جيد وتعاملت مع اللاعب يعني باحترافية في التجديد الموضوع كان مسؤول عنه بالكامل ونشرنا هذا اليوم في صحيفة المدينة المدرب الروماني بيتوركا هو من تفاهم مع اللاعب والادارة تمامة العملية في اطار النهج التي اتبعوا ادارة الاستاذ ابراهيم البلوي بمنح المدرب كافة الصلاحي جميل وهذه نقطة مهمة انا راح تكلم معك فيها بس خليني اسألك عن ما عنوانته في مقدمة الحلكة عن ان المنتشري رضخ لمطالب بيتوركا تتفك معي في هذه الجملة؟ هو قد يقول لانه حول اللي يعرف انه اذا اسمح لي اتوقع انه حول لتدريب في صالة الحديدة وحتى تدريب اخر حتى اذا كانت المعلومة صحية والله انا لو انت قلت ان افضل الاخبار الاتحادية صدقني ان افضل الاخبار عموما بل يمكن الاخبار الاتحادية بعض الاحيان تعمل لي بعض الردود الفعل والحساسية الا الواحد يعني ما يحب التعامل بحساسية يتعامل كاعلامي كل الاندي على خطوة واحدة جميل فبالنسبة الباسم اذا كان حول لأولمبي انا ما اتفق مع هذا التوجه لكن مات وقت أولمبي المعلومة الدقيقة اللي عندي انه يعني قالوا له اتمرم في صالة الحديدة لان اشوف موضوع هو في نقطة جوهرية يجب ان نكون منصفين نتحدث عنها انه الان كان من الممكن باسم غلك حتى الفترة الحرة فبالتالي حيتهم الاستقناء عنه ما هيكون مع الفريق ومن الطبيعي انه ممكن يتم الاستقناء عنه من قبل الجهاز الفني ومن بموافقة ادارة النادي يعني عملية تنظيمية بحتة انا اقدرها جميل جدا باختصار انا رغم انه اعرف انه احنا ما نبغى يعني نكثر في هذا الموضوع النظام الجديد لنادي الاتحاد من تسعة لتسعة كيف ترى؟ والله نظام اليوم الكامل قد يكون الصراحة له ايجابيات ومرهق انا مع التدريب الصباحي مئة في المئة للعب مع الزامهم للتدريبات الصباحية لكن انه استمر لحد التدريب المسائي فيها نوع من الملل لا بأس انه اللاعب اذهب الى اسرته خلاصية من احنا ناس على النواحي النفسية الاجتماعية مهمة عندنا وبدرجة كبيرة يعني اذهب الى اسرته وعلي التدريب المسائي وفي النهاية اي قرار يعني اتخذ المسؤول الفني في هذا الجانب واتفق على ادارة النادي يجب ان يتقبروا اللاعب احنا في فترات قلنا اللاعبين مخذين راحتهم ما يجوا تمرون الا ساعة ونصف وفترات الزحين يعني انا بأكلمك ما هو عن رأيك السيد عبدالله اكلمك في العموم يعني الناس يقول ممكن الان ربما يكون هذا الوقت الكبير الذي يكذون في النادي وربما ايضا هم مأجورين عليه بشكل او باخر يعني اذا اتكلمنا كواقع وكانصف خلينا اقول لك العمل الكروي عمل ابداعي زي الرسام يقف في اي مكان ويرسم رسمته قد يش انتهي منها على طول يمشي انا كموظف لما خلاص في اخر الدوام بعد صلاة الدور خلاص ابا اروح ابا خلص عملي وامشي طالف المدرسة خلي نعود بالذاكرة لزمان صرفة يا صرفة احتفل ويغني حقيقة فاللاعب يعني برضو لا نقعد نحنا نقيده ونبقى نخرج كرة القدم في كل شيء يعني احنا عندنا مشكلة نبقى نقيد كرة القدم بكل شيء في الرواتف في المشارفة طيب الرسامة الموهوب لما يرسم رسمته الرسمة الابداعية تقدر بثمن؟ لا تقدر بثمن هذا اللاعب ايضا موهبة ابداعية يجب انه انه رواتب اللاعبين انا من وجهة نظري اخالف الغالبية انا ادري يمكن بسير عكس التيار تكون مفتوحة ومتاحة عسب مستويات اللاعبين حتى الفترة الزمنية لا الصباح ملزم عشان اللاعبين احنا كمان ما نكون ما احنا واقعين لاعبين يعانوا من السهر وبدرجة كبيرة نجيبهم تدريب صباحي لكن من تدريب صباحي يقعد عشان انتظر التدريب المساء عشان يبقى يأديه تأديه تواجب لا انا ابا يروح عشان يجهي ادي تأديه ابداعي ابو احمد انت ما تتفك مع موضوع سقف الاسعار لا لا اطلاقا مختلف معاه في كل مكان قلت وحتى هاجموا اني قلت والله انا لاني واكي اللاعبين ولا اني لاعب ولا اني طب اقول لك شيء بصراحة يعني ما احترامنا وتقديرنا لكل اللاعبين الا ترى ان سقف اللاعبين عندما كانوا مفتوح اعطى بعض اللاعبين اكبر من حجمهم ماديهم فبالتالي انعكس على مستواهم انعكس على الاندية اعطاهم اكتر من حجمهم بس يفترض ان الاندية يكون عندها معياره من قياسه بعدين في حاجة مهمة العقد شريعة المتعاقدين ضعف العقد كافة الامور اللي تخليك تحاسبا اللاعب وتنزل بعقده وترفع عقده اذا كان بيعطيك اعطيك فنيا فرض الملعب ويعطيك انضباطيا خليه ياخد كل العالم السقف مفتوح ايش معنى احنا اللي قاعدين تشانين حملة وقاعدين بنقيد العملية دي احنا زي انا زي كل العالم ما يحتاجني اكلف لا نبتكر ولا شيء نظام واضح وصريح عندك عقد مع اللاعب ضمن بنود العقد كافة التفاصيل الا تضمن لك تعرف اللاعب حقوقه وواجباته ما له وما عليه وتحاسب من خلاله وممكن تنزل بعقده وتخصفه ممكن تلغي العقد جميل بالنسبة لنقطة بيتوركا وتحكمه في كثير من الامور الفنية عشان نكون منصفين يعني شاهدنا بيتوركا يتعاقد مع اللاعبين الاجاني وشاهدنا ايضا في فضية اليوم باسم المنتشري هو من حدد قيمة عقد هذا اللاعب انت كيف تنظر لهذه المعاملة من قبل ادارة ابراهيم البلوي لبيتوركا في اعطاعه كامل الصلاحيات انا شايف ادارة نازل اتحاد عندها نهج جديد ان هي بتحاول قدر الامكان انها تعمل يعني بوفق الصلاحيات ومنحة المدرب كل شيء الاهم من ذلك ان ادارة نازل الاتحاد وفرت لبيتوركا كافة سبل النجاح الان القرى في ملعب بيتوركا لم يعد امامه سوى ان يحقق النجاح ادارة الاتحاد قدمت كل حاجة تعاقدات والاخره واللاعبين اللهم مختارة بس انا احب اكد الاتحادين كوجهة نظر يمكن قلت صراحة حريص ان اعيدة الاتحاد بحاجة ماسة لراس حربه وان لم يتم التعاقد مع راس حربه فهذا خطأ كبير حتى المحترف ايتو كان مطروح للمدرب بيتوركا وكان متاح انه يتم التعاقد معه من خلال عضو شرف ناد الاتحاد المؤثر منصور البلوي كانت الامور متاحة 8 ملايين يورو المدرب كان له بعض شروطه الادارة يعني تركت للمدرب كامل الحرية والان اصبحت الامور متاحة له تماما هذه احترافية من ادارة ناد الاتحاد بعض الامور حتى ان بعض الاشياء اللي كان لها فيها وجهة نظر اتحدث بها معه فيه لك جميل جدا بيتوركا يقبل شفاعة عسيري اشوف خلينا قرار لك الخبر بيتوركا يقبل شفاعة عسيري والقرني قبل المدير الفني للفريق الاول بنادي الاتحاد فيتور بيتوركا شفاعة لاعبي الفريق الاول الكروي احمد عسيري وفواز القرني وذلك بعد تدخلهما في حل اشكالية المدلك الروماني المساعد لبيتوركا من اجل مواصلته في العمل ضمن طاقم المدرب حيث قرر المدرب الفني في وقت سابق انهاء مهمة المدلك وتسليمه كافة حقوقه وابعاده عن العمل اذا كان يرى انه مقصرا في عمله لكن بعد شفاعة عسيري والقرني انتهى الخلاف بينهما بيتوركا عنده مشكلة مع المدلك عنده مشكلة مع الثلاث الحراسي اللي ردهم من المعسكر وعنده مشكلة الان مع نور والمنتسي وحتى لا يقال انا ما اوقف في صف نور للامانة حتى لا يقال ان الموضوع موضوع نور الان المدرب عنده مشكلة مع المدلك اللي هو جابه وخليني اقولك هي بصراحة يعني هو من اجبر نادي الاتحاد على هذا التيم الكامل اللي هو عشر اشخاص انا ولا اكثر ثمانية اشخاص الآن هو يعني سيوا مشاكل مع احد الثمانية اللي موجودين معه فالموضوع ما هو موضوع نور انا ودي اخذ منك تعليق على تعامل المدرب في هذه الثلاث مواقف بعدين بصراحة بس ألك عن موضوع نور للامانة يعني رغم انه يمكن يعني بس خلينا نسألك نستثمر وجوده ان شاء الله ما تزال علينا موضوع نور عشان نقفل يعني كثر الحديث فيه وما يبدأ الله واتفلم والاخره ادارة نادي الاتحاد صدرت بيان يوم امس ونور اعتبارا من يوم قدم بمشيئة الله هي يبدأ في تنفيذ البرنامج التأهيلي جميل التأهيلي العودته احسنت الصراحة في اعلانها انه اللاعب يبدأ بكرة في الفترة الماضية كان في انتقادات توجه لكابتن نور انه غايب عن التدريبات انه غايب عن التدريبات بالاعلان البيان اللي اصدرته ادارة نادي الاتحاد يوم امس واضح انه اللاعب ما كان قائب الان يبدأ من بكرة يبدأ ومن الطبيعي انه يلتزم بالبيان واعرف انه استاذ ابراهيم البلوي يعني بذل مجهودات كبيرة عشان يحتوي الموضوع عشان نحن نكون منصفين مع الرجل هذا ممكن الناس تفسر الكلام على اهوائها بذل مجهود كبير بحيث انه انتهي ده الموضوع الصفحة قفلت وما اني بنفتح يعني جراحة خلينا من موضوع نور نرجع لموضوع ونتمنى احنا بالفعل يعني حتى قائد اسطوري بالنسبة لنادي الاتحاد مثل محمد نور بان يختم مسيرته الكروية بشيء جميل وهذه امنيات كثير ممن يحبون المتعة في الكرة السعودية وما حد يختلف على متعة محمد نور وما يقدمه في الملعب خلينا اسألك عن بيتوركا ومشاكل المتعددة في كبارة من الرجل اشوف المجرد انها تتكرر المشاكل يعني هذه عملية شوية متعبة انا سيمبا اللاعب المالي سيمبا يعني كان اللاعب اضافه فنية فريق الاتحاد حقيقة تكبلت الادارة الاتحادية في التعاقد معه وفجأة استبعد عن الفريق وكان خسارة في مرحلة مفصلية للاتحاد اللي خسر خلال الاتحاد العدد من الماريات كل انه المدرب اتقبل شفاعة اللاعبين فانا ارى انه المدرب يمكن لعله عسى بدأ انتهج مرونة افضل فانحن بنشجع على المرونة المرونة قويسة المرونة عمرة ما تعتبر ما هو تنازل عن قناعات؟ والله انا خليني اقول لك المرونة افضل يعني ما اعتبرها ضعف اعتبرها مرونة ومرونة محمودة وإيجابية جميل جدا طيب ابو احمد في عندنا كمان اخبار خليني خلاص نقفر موضوع الاتحاد اتوقع ما في شيء انا بس باخذ معلش منك تعليق اخير عن موضوع انتصار الاتحاد في قضية اليوم متواجدة بشكل كبير في ابرز الصحف في قضية موجودة في المحكمة الدولية تعليقك على الموضوع؟ والله الموضوع موجود ومطروح لكن ما في تاكيد يعني هذا الموضوع ايجابي ويسجل لدارة النادي التي حملت النادي وفي عليها 40 قضية في الفيفا اذا كانت دارة نادي الاتحاد تنجح بتكسب القضايا فاجب الناتعلي ان تفرح الجماهير انا جاءني الخبر امس وقيل لي بالتفصيل من محرر انه امس قلت امس يوم اجازة مستحيل يكون امس ولو كان قبل امس فمن الطبيعي ان دارة الاتحاد لن تصمت على هذا الخبر المفرح لجماهير نادي الاتحاد كل ما اتمنى من ادارة نادي الاتحاد ترى عندها عمل يعني كبير وجيد وممتاز انها تعمل مؤتمر صحفي وتكشف اعمالها الممتاز لجماهير نادي الاتحاد جميل عندك عتبة توقع على موضوع الجانب الاعلامي تشوف الاعلامية يقود الاعلام في نادي الاتحاد الخبير الاعلامي لأستاذ جمال فانا ما عندي عتبة صراحة عليه هو لكن كان يفترض ان المعلومات يوصل بشفافية مطلقة لسيما فيه لجنة مختصة بالقضايا برئاسة الاستاذ رافا التركي وتعلن للجماهير انما الطريقة اللي حاصلة خبر اذا الاتحاد كسب اي قضية خبر مفرح انا اعرف كسب بعض القضايا اول هذه اعتقد فابرس اندومة كان في عهد برضو ادارة سابقة ادارة اتحادية ادارة من داخل نعم هذه اذا كان تم بالفعل ونادي الاتحاد كسب هذه نجاحات الدو هي ليست كبسولات وليست مسكنات هذه حقائق يجب ان تقدم للجماهير مباشرة ومن مصدرها الرسمي للان انا ما اقدر اكد الخبر طالما ادارتنا داخل اتحاد صام جميل جدا بعد الفاصل ابو احمد راح نتناول موضوع المتخبات السعودية في الناحية الفنية وناحية المدربين في خبر اليوم كان في صحيفة مكة وايضا سنتحدث عن موضوع الرواية الجميلة بالنسبة لنا في الكرة السعودية ملعب واستاذ الامير عبدالله الفيصل قصود الحزينة اشتبونا نسوي بعد الفاصل ان شاء الله ضربة البداية في خط المنتصف مع هناء العلواني اعود لكم مجددا مستمعين الكرام طبعا كل ما نسمع احنا خط المنتصف مع هناء لاننا نذكرها بخير ان شاء الله نمس عليها بالخير الزميلة المتألكة مقدمة هذا البرنامج اعود ايضا للستوديو وظيفي الكاتب والعلامي الرياضي الرئيسك اسم الرياضي في صحيفة المدينة من اعتز كثيرا بتواجده لستاذ عبدالله فلاتة ابو احمد مدربي المنتخبات السعودية خلينا نتكلم يعني احنا عشان ما لا بنكون زعلاني منتخب خرج من كاس آسيا انا اتوقع من وجهة نظري وما رأيت انه الى الان ما في اي ردة فعل لهذا الخروج احنا خرجنا من ثاني اكول بطولات اللي احنا نشارك فيها كمنتخب السعودي الى الان انا ما شفت اي ردة فعل ما شفت اي توضيح من قبل الاتحاد السعودي يمكن يعني يعني اكثر شي شفناه انه فيه اعضاء ليش ما راحوا انتداب لاستراليا وفيه اعضاء ليش راحوا ما بين اعضاء الاتحاد السعودي حقيقة شيء مؤلم نحنا نتمنى ان يكون هناك ردة فعل من قبل ادارة الاستاذ احمد عيد نتمنى ان يكون هناك قرار قوي من قبل الاستاذ احمد عيد نقدر الاستاذ احمد عيد ونجد له بشكل كبير جدا ولكن يجب أن نشاهد أحمد عيد أقوى بشكل أو بآخر أن نشاهد تصرف تدخل يعني اليوم في خبر في صحيفة مكة عن مدربين منتخبات السعودية وأن مصادر تؤكد بأن اليام القليل القادمة سيعلن عن أسماء ستتواجد في الدفة الفنية وأنا ما يسدني في الخبر أنه في عدد سنوات لهؤلاء المدربين الذين سيتواجدون هذا حل مشكلتنا أنه إحنا نجيب واحد نقوله لا أنت خمسة سنوات تخبص ما تخبص تجلس هذه مشكلتنا حقيقية أننا دائما نتحول من النقيض للنقيض كنا في الزمن السابق نأتي بمدربين متميزين ومدربين عالميين وأسماء كبيرة نتدخل معهم في التشكيلة ولا يستمروا ولا في أي استقرار الآن العكس نجيب مدربين من عينة لبيز نقول أنه مدرب طوارئ بعدين نقول أول الفئات السنية جاي مشروع تطويري بعدين مدرب طوارئ بعدين مدرب مش عارف فترة بعدين مدرب أبادي سرمدي فهذه أخطاء وتخبطات أنا أتبق معك في الجزئية اللي قلت فيها أنه توضيح كان يفترض من الاتحاد الكرة توضيح لكن حقيقة أنا لا وأي قرارات رد الفعل نهائية ردات الفعل الاتحاد الكرة السعودي الآن خمضة سنتين ما في لا خطة ولا استراتيجيات نكون صريحين يعني العمل اجتهادي كما كان في الاتحاد المعين نريد من اتحاد الكرة استراتيجيات وخطط البعض للأسف لما تقول خطط استراتيجيات يقول كلام تنظيري لا يا عزيز هذا المنهج العالمي اللي تسير عليه دول العالم ولنجحت بو ولنجحت بو بالتحديد خلينا أنا دائما يعني أحب استشهد بالنموذج الألماني تعشق ألمانيا أنت أبو واحد تعشق الكرة الألمانية والأمور الإيجابية طبعا الشي اللي أقوله وضعت خطة أثمرت خلال عشر سنوات ألمانيا بطلت شباب أوروبا بطلت كاس العالم بطلت بطلت إلى آخره يعني أثمرت أتت بأكلها وضع استراتيجية استراتيجية ولا تعني يعني جزئيات شمولية كانت شمولية بكل ما تعني الكلمة إنشاء أكاديميات اللاعبين لحققوا البطول أغلبهم من هذه الأكاديميات جميل استيعاب أبناء المهاجرين داخل المنظومة الكروية الألمانية ومن ضمنها مسعود أوزيل من ضمنها المدافع بوتينغ إلى آخره يعني دائما وأبدا هذه الأشياء تحقيق لك النجاح ليست ممكن على المدى البعيد لكن الشارع المشجع الشارع الرياضي عموما الجمهور السعودي بقاية الوعي لو وضعت له خطط واضحة صديقنا حينتظر عليك اتحاد الكرة لكن تعالجي للخطأ بخطأ تقولي الآن تبت استقرار استقرار توريط نفسك بعقود خمسة سنوات مصحح إطلاقا مصحح بس في كل الأحوال حالة الصمت إلا في اتحاد الكرة الحالية أتمنى يكون صمت بعمل وبالتالي سأكون معي جميل جدا أبو أحمد ذكرت في حديثك جزئيات مهمة كثيرة أنا سأتوقف عند حقيقة ما يهمني استيعاب المهاجرين في ألمانيا من قبل الدولة موضوع التجنيس نعم كلما المنتخب أنا أقول لك وجهة نظرية كلما المنتخب يخرج من بطولة أو حتى يخسر مباراة نجي اللاقي مني يغني على موضوع التجنيس بشكل كبير وكأنها ظلتنا الوحيدة وينتلك الحرية في الاختلاف والاتفاق فيما أقول لا لا هو جزء من عدة جزئيات نحن ممكن عندنا في الواقع الحالي ما عندنا لاعبين محترفين خارجيا عشان يحققوا لنا نضافة الفنية بس لما نيجي نوجد لاعبين وغلدوا ونشأوا في المملكة نستعين بهم المنتخبات الخليجية بل الآن الدوري التونسي أخذ لاعبين من حواري جدا الدوري التونسي وتونس هي أقرب يمكن من حواري مكة من حواري مكة حقيقة تونس هي أقرب فهذه أمور أمام العين يعني نحن نتمنى أن يكون في دراسة وفي خطط اللي لاستفادة من دل أمور بشكل إيجابي ولن ياتي ذا بين يوم وليلة نعرف أنه كان فيه لجنة برئاسة الأمير نواف بن محمد ونعرف تماما أنه هذا الرجل رجل نجاح حقق العمل واكتمل العمل بس بدأ من الضائر المشروع من أندية الدرجة الأولى وإلى آخره أنا أتكلم عن المواهب الظاهرة عن الاستيعاب داخل الأكاديميات الرياضية للنسبة الموهبة جميل جدا أيضا في الخبر يقول الخبر بأن مسمى مشرف المنتخبات سيلغى وسيتم تشكيل لجنة من خمس أشخاص منهم ثلاث أعضاء من اتحاد القدم إضافة إلى فنيين اثنين أحدهما خبير عالمي والآخر مدرب وطني كيف ترى هذه الخطوة؟ والله من نسبة مشرف منتخبات ومشرف نادي هذه ترى أشياء خاصة بنا يعني عالميا غير موجود مشرف وفيه مدير فريق مدير فريق يقوم بالعمل مدير فني اللي هو المدرب يقوم بعدة أعمال فهل زي يعني أنا أخذها بالمثل الشعبي لا يكثروا الطباخين عشان لا تفسد الطبخ فأعطي الخبز لخباز والمتخصصين وإلى آخره ما من متفهم يعني موضوع خبير فني يعني زمان ترجبنا خبراء فنيين من أيام مدارس جيميهيل وإلى آخره وما حققت نجاحها ترفيهم وطنيين عندهم القدرة ومتميزين وإن كانت كرة القدم لا تخضع يعني لها خصوصية مكان تجد ضلتك أأتي بها من حيث كان زميل لا تؤيد هذه المناصب مشرف عام على المنتخبات رئيس منتخبات إلى آخره لا مدير منتخب نعم مطلوب مدير منتخب صاحب شخصية قوية مطلوب أنه يكون فيه نظام واضح وصريح إحنا تعددت أمامنا للمشاكل صحيح في فترة الدكتور عبد الرزاق عبد داود كان هناك فيه صرامة حتى قلنا أنه مبالغ بها فترة الدكتور خالد المرزوقي أصبح هناك نظام آخر يفترض أن يكون هناك نظام واضح يطبق على حسب الحالة لا نريد نظام أشخاص نريد نظام شامل وكامل نظام بمعنى نظام مؤسسة جميل جدا تتوقع أنت من وجهة نظرك رغم أعرف أنك الآن ذكرتك قبل قليل بأن الاتحاد في ثلاث سنوات أو سنتين عفوا ماضية لم يقدم لم يعلن أي شيء دكتور عبد الطيف بخاري صرح بالأمس بأنه في الأسبوع القادم والله ما تذكر أتوقع يوم سبت أو جمعة ستكون هناك ورشة عمل كبيرة لشرح استراتيجية الخطة الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة المكلبة من قبل اتحاد القدم وبعدها سيكون مؤتمر صحفي لعرض هذه الخطة موضوع الخطة ربما يكون موضوع طبيعي أن تكون الخطة مدتها عشرون عاما هذا الشيء كيف تفسر والله أنا صراح ما أستبقى الأحداث أبقى أشوف الخطة وأنظر أنا أتوقع إذا عشرون عام يا ما بيتوخى النتائج خلال عشرين عام ممكن هي أهداف طبعا طبعا بعضها قصيرة وبعضها طويلة المدى فممكن يعني من خلال السرد التفسيذي تكون مغنعة ممكن فما أود أستبقى الأحداث وأعطي حكم أنا لسه ما أطلعت على الخطة أبطلع الخطة ومن الممكن نحن نقول رأينا المتواضعة جميل يعني مثلا على سبيل المثال خطة لخمسين عام كانت الأهداف كصيرة المدى بأن تكون اليابان ضمن العشر الدول الأولى في التصنيف العالمي أهداف كصيرة المدى الأهداف بعيدة المدى تستضيف كاس العالم من ضمنها كأهداف ولا تذكر بالضبط كل الأهداف من ضمن هذه الخطة أنت تتوقع إذا وضعنا خطة مثل هذه الخطة في من قبل اتحاد وخلينا نقول زي ما هو موجود في الشارع اتحاد أحمد عيد وبقي اتحاد أحمد عيد حتى انهاية فترته وجاء اتحاد آخر يمكن أن يسير على هذه الأهداف الموجودة؟ هذا المفروض هذه أهم نقطة من يضمن استمرارية هذه الخطة؟ أن يكون العمل المؤسساتي يفترض الجمعية الأمومية هي المرجائية يفترض هي من تضمن أن استمرار هذه الخطة يفترض هذه مسؤوليتها راح الاسم أحمد عيد وزملاء والآخرين كنت أنا ميان لاتحاد بالكتل كتلة متكاملة قوائم بالكتل يعني تيجي مجموعة متجانسة وليست المجموعة المنقسمة على نفسها الحالية هذا ما لو ما أتمنى الخطة اليابانية لما يكون عندها خطة ترى لك نتائج اليابان كانوا يحضروا المباراة ألف مشجع ألف مشجعوا الدخول بالمجان الآن أصبحت سادس دولة في العالم من حيث الحضور الجماهيري هذا نتيجة ايه؟ نتيجة التخطيط التخطيط مطلب مطلب مليح لكن للأسف بعض الأخوان في الوسط الرياضي يقول لك ما بلا خطة ولا بطيط يعني كلام غير منطقي كلام غير علمي المشجع العادي يرفضوا كيف ننتظر من اتحاد القدم بأن يقدم لنا خطة يوم السابقة القادم تقبل التنفيذ على بيئة الملاعب وكرة القدم السعودية ولا تكون خطة تنظيرية والله إذا كانت الخطة واقعية ويجب الخطة يكون لها جهات تنفيذية أسماء تنفيذية يعني ما علش عشان نحن ما كلمنا عن التجربة الألمانية وضع لها قائد إلا هو اللاعب الألماني والمدرب الألماني السابق مات يا الزامر جميل لابد أن يكون فيه قائد لتنفيذ هذه الخطة قد رئيس اتحاد القرى عشان هذا الشخص من خلاله أي عمل بدون قائد لا ينجح من خلاله يتم مضي قدما للأمام في تنفيذ الخطة وحب ذا أنه يكون القائد ليس شرطا من اتحاد القرى حتى نحقق النقطة المهمة التي أثرت باش مهندس هاني أنه استمر العمل خير مرتبط بأسماء أيوة أنا أقصد من الجهة التي ستضمن لنا كمتابعي الرياضيين وتضمن لنا عدم خليني أقول لك المهازل اللي تسير خروج وخروج وخروج إحنا ترى ما هو اتحاد أحمد عيد إحنا من نخرج إحنا من الفين وسبعة في كل البطولات كنا نشارك مشاركة فازت علينا الأردن مع احترامنا شديد لهذه المنتخبات كل هذه المنتخبات فازت علينا من يضمن استمرارية هذه الخطة؟ من الجهة المسؤولة؟ قولوا لنا كجماهير علشان إحنا نعرف نقول والله إحنا خصمنا الرئاسة العامة لرعاية الشباب اضمنوا لنا سير هذه الخطة لا المرجعية لاتحاد القرى جمعية العمومية هي جمعية العمومية ما يملع كلجنة أولمبية تصل بكوفة الأمور طبيعي وجود سمو الرئيس العام لابد أن يكون له دور من خلال النواحي النظامية والنواحي القانونية كلجنة أولمبية نتمنى ونأمل أن الخطة إذا وضعت الخطة وكانت مقنعة مهم جدا أنها تكون مقنعة في الأساس أنه يتم تنفيذها وتوالي تنفيذها وأنه يكون لهذه الخطة قائد مهم جدا يجتم الاتفاق على شخصية القيادية تتولى هذه الخطة ومع فريق عمل جميل جدا نأخذ فاصل أبو أحمد قصير ولنا عودة أيضا في موضوع رواية ساد عبدالله الفيصل هنا بجدا ضربة البداية في خط المنتصف مع هناء العلواني أعود لكم مجددا مستمعينا الكرام في الجزء الأخير من حلقة خط المنتصف لهذا المساء وظيفي الكاتب والناقد الرياضي الأستاذ عبدالله فلاتة رئيس القسم الرياضي في صحيفة المدينة أبو أحمد أستاذ عبدالله الفيصل هنا في جدة طبعا أنا أعدي علي كل يوم وأنا رائح وأنا جيد منشأة في البداية بدأت بدأت الأعمال عليها ثم توقفت ثم عادت بشكل وبآخر ثم عادت للتوقف اليوم في صحيفة مكة حقيقة قدموا رسم جميل جدا لآلية العمل في هذه المنشأة طبعا كانت في مايو 2012 كان الملك عبدالله يطلع على مجسم لهذه المنشأة في يناير 2013 بدأ تنفيذ العمل بتكلفة 90 مليون ريال في 23 يوليو 2013 كان هناك خلاف بين الشركة خلاف بين المالية ورعاية الشباب وزارة المالية ورعاية الشباب أطل هذا المشروع في 28 يوليو 2013 سقط جزء من المظلة الرئيسية في هذه الملعب أثناء العمل في 25 ديسمبر 2014 أعلن عن إنجاز 70% من المشروع في الأول من فبراير طبل يومين أعلن عن توقف العمل في هذا المشروع ما أنا عارف ايش أقول هو قصة ألف ليلة وليلة يعني رواحة نعم رواحة ألف ليلة وليلة ولا البواسة حقيقة القصة هي حزينة والملعب دا يعني موقعه مهم وال جدة تحتاج الملعبين الصراحة وطالت وعانت عندية الاتحاد والأهلي في الموسم الماضي كلنا تابعنا موسمين يروح للمكة ويلعبوا مبارياتو وما إلى آخر وكانت يعني معنا والمشروع يعني يبدو لي يبدو لي أن المشروع ما خطت له بشكل سليم بدليل أنه تغيرت عدة أمور فيه والشرق المنفذة لكن عجمنا كبير في سموه الرئيس العام الأمير عبدالله بن مساعد تابعنا أنه أتخذ قرارات حاسمة في المشاريع المتعثرة أتمنى منه قرار حاسم في هذا الموضوع إذا استمرت الأمور دون أي تصحيح جميل على حسب الأخبار التي تواجدت بأن بطولة الخليج عندما تواجدت في الرياض تواجدت لأن ملعب الملك عبدالله الجوهرة لم وفق الدراسات لم يكن يتحمل أن تقام عليه كل هذه المباراة في ذلك الوقت يعني كان سبب فيه ممكن كان سبب بس كان فيه بديل آخر اللي هو ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضي في الشراء كان ممكن أنه يكون بس أعد أنتهى الموضوع الملعب يجب أنه ينظر له بنظرة يعني حاسمة بحل الموضوع وهذا الشائق والمتعب والمعقد وهو أسهل منك كده بكثير جميل هذا أبو أحمد يقودنا أيضا إلى تساؤل عن المنشآت الرياضية في المملكة العربية السعودية ربما بعيدا عن الأندية المعروفة والأندية الجماهيرية هناك أندية لديها منشآت مخجلة حقيقة وأنا أقولها بكل صراحة لأنني وقفت على بعض من هذه المنشآت بنفسي أيضا هناك منشآت إلى الآن هناك ميزانيات مرصودة لا تعلم هل هناك منشآة هل ستكون منشآة الأبناء المشاركين والمشتركين والعضاء في هذه الأندية يتمرنون في نوادي خاصة في حلقة مفقودة والله هنا يعني يظهر دور الجهات الرقابية تأدي دورها بشكل كبير على وعسى هذه المشاريع المتأثرة تأخذ طريقها وبعض فيه بعض الأندية بالتأكيد أنها يحتاج نتمنى وأنا أمل أنه الالتفاتة واضح أنه الالتفاتة للرياضة الالتفاتة إيجابية وأنها تأخذ منح تصاعد بمشيئة الله جميل جداً تبادل إلى ذهن نقطة كنا نتحدث فيها في الأندية الرياضية وأيضاً اللاعبين الذين يخرجون من المملكة العربية السعودية ومثلون الأندية تتوقع بأن موضوع رابطة الأحياء الذي قدمه الاتحاد السعودي لكرة القدم ربما يكون أيضاً مقنن لعملية الخروج لبعض اللاعبين الذين يحملوا الجنسية السعودية هذا المشروع يجب أن نحن لما ننتقل الاتحاد القرى نكون موضوعيين وننصفه في هذا الجانب مشروع أكتمل تولاد دكتور عبداللطيف بخاري أكتمل حقيقة ومشروع جداً ناجح ومشروع مهم وأكتمل بكل ما تعني الكلمة فلما نقول الاتحاد القرى لم يطبق حبر على ورق نتكلم في لقات أخرى لما ينجح يجب أن نكون منصفين ونقول نجح والمشروع ده بالتأكيد حيحافظ ولدور إيجابي ولدور مثمر بمشيئة الله تعالى خاصة وجدنا تفاعل كبير من أندية الأحياء جميل جداً بحكم تواجدك في المجال تؤيد بأن يتم ما بقول مكافحة بس التقليل من بطولات الأحياء الثانية حتى تكون هذه الرابطة مطمع وإيضاً تكون لها هيبة كبيرة في الأحياء هو طالما أوليتها اهتمام اهتمام وأنفقت عليها كان لها مردود مادي هي من الطبيعي حتيظهر للواجهة والكل حيسع جميل أنا شفت الدكتور عبدالطيب بخاري أمس مغرد عبر حسابه في تويتر يقول أيضاً بأن تبوك انضمت لهذه الرابطة فهذا شي جميل يعني مدن ربما لا تكون يتهيأ لنا بأن لا يتواجد فيها أحياء اليوم تنضم للرابطة لا عندهم مشاكل جداً جميلة بل عندهم برضو مفاجهات كبيرة وعدونا بإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة جميل جداً أنا احنا من كلامك نقول أنك أنت مع هذه الإدارة وليس مع نجاح هذه الإدارة هذه الإدارة ناجحة الصراحة أنا متواصل معهم أسمع أخبارهم أول بأول وعرفت أنه عندهم أخبار جداً جميلة وحتعلم خلال فترة المقبلة يقال لأبو أحمد بأنهم حققوا نسبة كبيرة مما كانوا يطمحون إليه نعم تتفك مع هذه الجزدية؟ والله الواضح أنه في خطوات عملية وخطوات إيجابية وفي مقياس بيعملون فهم يصيروا في الاتجاه الصحي لماذا كانت معلن هذه الخطوات من البداية حتى تقنعني كمتابع أنه أقول أنت أعلنت اللي أنك بتسوي كذا وفعلاً سويت 60% هذا هو أعلن الموضوع حق رابطة الأحياء وأعلن من فترة لا أقصد ككل عمل الاتحاد ياريت يعني بالأكس نحن ننشد الشفافية لما نقول شفافية ولا مكان الشفافية للاتحاد لما يكون عنده خطوات عملية وخطوات ناجحة كنتكلمنا في أكثر من منحة وأكثر من جانب دائماً لما يكون عندك شاء إيجابية لا تنتظر طويلاً وما هي مسألة أي حاجة لكن مهم جداً أنك تريح الشارع الرياضي ما تريح بالمسكنات لكن تريح بالخطوات العملية جميل جداً كلاسيكو الكرة السعودية الفريقان الأفضل في هذا الموسم وفي هذه الأيام الأهلي والنصر النصر والأهلي يتقابلون في نصف نهاية كاسولي العهد هنا في الجوهرة في هذا الملعب الذي بالتأكيد كان له نقلة نوعية في الكرة السعودية أنت كيف ترى هذه المواجهة في المجمل أبو أحمد حتى نختم والله بالنسبة للنصر حقيقةً ركن أحد أركان الكرة السعودية العامل الماضي كان يقول النصر مجرد موسم أثبتت دارة النصر والجهاز الفني الجديد التصحيح اللي تم واللاعبين أن النصر عاد بقوة كأحد أركان الكرة السعودية نحن بالتأكيد سعاداء بهذه العودة لركن هام من أركان الكرة السعودية الأهلي هذا الموسم أفضل بكثير من موسم فيتر بريرا مع المدرب قروس عدة أمور إيجابية للناديين أمم الأفضل على الساحة في ظل المستويات المتراجعة للإتحاد والإتحاد نتائجياً الصراحة الفترة الأخيرة والهلال أيضاً الشباب لا تبعدوا عنك فريق يعني حتى عنده حط في نتائجه وعنده حط في القرارات يعني خمسة لاعبين ما شاء الله من الشباب موقوفين الشباب توفق فيهم وارد يعني أن يدخل المنافسة لكن يبقى النصر والأهلي هم الأفضل على الساحة بكافة المعايير يمكن أنا عندي بعض الاستقرابات استبعاد الأهلي اللاعب النجم المصطفى الكبير لأنه أرى أنه لاعب تكتيكي من الدرجة الأولى كان مدرب يعتمد عليه لكن برضو المدرب قروسي عمل بمبدأنا وردخ للضغوط الجماهيري طيب جميل أبو أحمد من هذه الكلمة بين المدربين يرضخون لمبادئنا في الكرة السعودية ويقتنعون أيضا بيتورك اقتنع ربما ريجي كامب اقتنع بكثير من الأمور شكرا جزيلا لك الأستاذ عبدالله فلاتة رئيس القسم الرياضي في صحيفة المدينة الإعلامي والكاتب والناقد الرياضي المخضرم الذي نتعلم منه شكرا جزيلا لك شكرا لأني اليوم ألحيت عليك بأن تكون متواجد معي رغم أنك كنت موجود في التلفزيون السعودي أنا سعيد جدا بالتواجد معك وأشكرك على عبارتك التي تنوم وانت تدل تدل على يعني أجمعها أني ما أنا قادر أعبر أنا أشكرك كل الشكر والتقدير وسعيد جدا موجود مع إذاعتكم الإذاعة المتميزة تقدم كل يوم وجبة دسمة رياضية هذه سهدت أنا أعتز فيها شكر لكم مستمعين الكرام على حسن متابعتكم نأمل بأنكنا قد وفقنا في تقديم وجبة كما قال الأستاذ عبدالله رياضية دسمة من خلال الموجة السعودية غدا اللي كان يتجدد في نفس الزمان في أمان الله ترجمة نانسي قنقر